أدانت القمة الأفريقية في ختام اجتماعاتها بالعاصمة الإثيوبية أديسة بابا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونددت القمة الأفريقية بالعقابة الجماعية ضد المدنيين في غزة ومحاولات تهجيرهم قصريا ودعت القمة الأفريقية إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وبالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة وطلبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل للأسلحة المحذورة دوليا وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها في غزة